قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فهذه حلقة خاصة أنوانها الشيخ سعيد رمضان البوطي من ضحايا النظام رحمه الله ونرجو أن يكون من أهل الشهادة أيها الإخوة المؤمنون إن الله تبارك وتعالى لا يريد القتل بل أمر بالأمن وتحقيق الأمن ولن يتحقق الأمن بالطويان ولن يتحقق الأمن بالظلم إنما يتحقق الأمن بالرجوع إلى أمر الله الخالق المالك والتحرر عن العبودية والطاعة لغيره وهذا مفهوم جاءت به الأديان السماوية كلها وأشرت إلى ذلك في حلقاتي فكل الأديان السماوية أساسها لا إله إلا الله يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولا إله إلا الله يعني طاعة الله وحده والتحرر عن الألوهية أو عن العبادة لغيره فالإنسان خلق في هذا الكون خلق اجتماعي بطبعه طفولته الطويلة فهو ليس كباق الحيوانات هو ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا الحيوان يخلق ويخرج من بطن أمه فيسعى بنفسه إلى ثديها يلتقمه ويحافظ على بقائه وما هي إلا أسابيع بالنسبة لبعض الحيوانات الصغيرة وشهور بالنسبة للحيوانات الأكبر وسنة بالنسبة للحيوانات الأكبر حتى تستغني عن أمها وتعيش من تلقاء نفسها معتمدة على نفسها إلا الإنسان فإنه يولد ضعيفا عاجزا لا يفهم ولا يفقه ولا يمشي ولا يتحرك إلا حركات من أجل أن تقدمه إلى طريق الحيوية والنشاط واللحاق بالركب الإنساني عندما يكبر فلولا أن أمه تحتضنه وتلقمه سدها لمات من الجوبة لولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ له جماعة من أم وأب ينتظرونه ليستقبلوه قبل أن يولد فيهيئون له ما يريحه وما يسعده وما يضمن لحياته لمات من البرد أو مات من الأذى كل ذلك الله تبارك وتعالى جعله للإنسان ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده منفردا عن مجتمع الأم والأب أي الأسرة هي أساس الجماعة والأسرة لا تستطيع أن تعيش بفردها فتؤمن كل متطلبات الحياة بذاتها إنما تحتاج لغيرها هذا يفلح وهذا يزرع وهذا يخبز وهذا يطحن وهذا كذا ويتبادل الناس هذا الرزق الرباني الرزق من الله وليس الدنار والدرح يتبادل الناس هذه الأرزاق من أجل أن يتبادل المنافع من هذا الرزق الذي خلقه الله ومن هذا الطعام الذي خلقه الله فبذلك تتحقق حياة الإنسان الاجتماعية ويختلف بها عن حيوان فإذا وجد مجتمع فلابد له من أسس وضوابط تبعده عن مزالق الظلم والطغيان ويعيش المجتمع في سلام فمن الذي يضع هذا النظام فلان قد يكون هناك من هو أذكى منه الآخر قد يكون ذكيا ولكنه يحب مصالح نفسه الثالث قد يكون جيدا ولكن يحب مصالح أسرته وجماعته ولذلك رب العزة يقول للناس ارفعوا أيديكم عن بعضكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا طاعة ولا عبودية إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الصمد الذي تصمد إليه الوجود كلها كل ما في الوجود يصمد إلى الله ويستند إلى الله فهو خالقه هذا هو أساس الأديان السماوية كلها ويحاول أهل الطيان والظلم أن يتسلطوا على بني الإنسان بطريق مباشر كما يفعل الفراعنة وبطريق غير مباشر كما يفعل عباد الأصنام أو من يقدسون شعارا أو من جعلوا لله ابنا كما قال الله تعالى عن اليهود وقالت اليهود عزين بن الله وغيرهم فهؤلاء الشعارات والمعبودات الظاهرية بالنسبة للناس التي جعلوهم يقدسونها يكمن وراءها تسلطا من الإنسان على أخيه الإنسان ولقد كرم الله تبارك وتعالى بني آدم كرمه بماذا؟ ليس بالخلق فقط إنما هناك شيء أهم من الخلقة كرم الله بني آدم بأن خلقه حرا أعطاه العقل ليختار والذي يختار ينبغي أن يكون له حرية الاختيار بماذا يختار؟ هل يختار الطريق الذي رسمه له الله عن طريق الرسل والأنبياء؟ الذي يعلم الله الذي يعلم الإنسان وهو خلقه وهو أدرى بمصالحه وأدرى بمصالح مجتمعه أم يطيع غير الله وغير الله شيطان؟ الإنسان إما أن يدين بدين الحق وهو الدين الذي أنزله الله وأثبتت المعجزات أنه من عند الله وإما أن يدين بدين الباطل وهذا أمر واضح لكل إنسان يستعمل عقله والآيات القرآنية كلها التي نتعرض لها في الحلقات السابقة واللاحقة والتي لا نتعرض لها كلها تدور حول العبودية لله والتحرر من العبودية لغيره فتذكر صفات الله وتذكر عظمة الله وتذكر تسلط الله على خلقه وسلطان الله وسلطان المعبودات الأخرى وتسمي المعبودات الأخرى بالطواغيط أي الطغيان وتجاوز الحدود من أجل أن يتحرر الإنسان ويختار الطريق الصحيح الذي يسعده في الدنيا فإذا اختاره سعد في الدنيا وفي الآخرة هناك السعادة الأكبر جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين للمتقين وليس للذين يعبدون غير الله فمن قدس غير الله ومن عظم غير الله بأن بين أن تصرفاته وأقواله وأفعاله كلها خير فقد عبد هذا الإنسان ومع ذلك إذا أخطأ بعض أهل العلم أخطأوا أو خرجوا من الإسلام حسابهم على الله نحن لا نحاسب الناس على ما في قلوبهم الله يعلم بما في قلوبهم ولكن نحن نعلم من الناس ما يظهر منهم في كلامهم وفي سلوكهم فالكافر الخارج عن منهج الله نحن لسنا من المكفرين لنكفر المؤمنين نحن نبين شرع الله وهو عندما يقف وجها لوجه متوليا عن أمر الله ومنحازا ومنقادا وتبعيته تكون لعبدا من عبيد الله فهو الذي أظهر الكفر في نفسه فمن كان كذلك فليرجع إلى الله وليتب من هذا الجرم العظيم لأن تولي الكافر كفر وقد استشهد بعض الأشخاص ممن هم يميلون مع الطغيان ومع الفراعنة استشهد بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وزعم وزعم أن القائمين بالثورة تولوا أمريكا وأنجلترا وإلى آخره ونسي فرعون الذي يتولى الكفار في الاتحاد السوفيتي والذي يتولى الكفار في حكومة الشيعة التي أعلنت كفرها عندما ساعدت واستحلت دماء المسلمين من أهل السنة في سوريا وفي العراق هؤلاء عندما استحلوا قبل المسلمين خرجوا من الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضل الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وسمعت أحد الأشخاص يزعم أنه من أهل العلم وهو من أهل الجهل لأن من جهل ربه ولو حفظ القرآن من أوله لآخره فهو جاهل ومن أهل الجاهلية أحد الأشخاص يقال له تومة في دمشق كان له حمار وهو قصير قام يركب حماره فقال أحد الشعراء عنه على لسان الحمار قال الحمار حمار تومة لو أنصفوني لكنت أركب فإن جهلي جهل بسيط وجهل تومة جهل مركب جهل الحمار بسيط لأن الله لم يخلق له عقل يفكر ويختار حتى يختار أمر الله ولكنه مسخر منفز لما خلقه الله له فقد سخره للإنسان وهو راض بذلك أما أنت أيها الإنسان فلم يسخرك الله ولم يجعلك عبدا لفلان من الفراعنة فراعنة القرن العشرين فإذا أنت رضيت بذلك ودعوت الناس إلى الطاعة وإلى الأنصياء وإلى الحرب معه في قتل المسلمين فلا تنسى أنك ربما أو هذا هو الواقع الصحيح أنك خرجت من الإسلام لا غيرك الذي خرج من الإسلام واعلم أيها المتفلسف لا نقصد به الذي توفي وفي الدار الآخرة نرجو الله أن يقبله وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته أنت أيها الإنسان عندما تتهم الذين ثاروا في سوريا بأنهم أمريكان أو من رئيش أو إلى آخره أنت لا تدري أو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نحن يا أخي لا نستقي معلوماتنا لا من هذه القناة ولا من تلك القناة نحن معلوماتنا من الأرض ومن الواقع نراها بأعيننا ونسمعها بأذاننا أما أنت فتعيش مع فرعونك فتتكلم بما يتكلم وتسمع ما يريد أن يسمعك لو أنك عشت مع الناس لرأيتهم عندما يخرجون من المساجد يقولون الله أكبر يريدون الحرية عندما بدأت الأمور في درعا هل جاء الإنجليز وعلم الصبيان أن يفعلوا ما يفعلوا فقبضت عليهم المخابرات عندما جاء أهلهم يحتجون هل أمريكا قالت أهم احتجوا وثوروا أين أمريكا وغير أمريكا إن أمريكا وإن دول أوروبا كلها تساعد في قتلنا لأنهم لا نريد مساعدتهم لينقذوننا لا ليتركون وشأننا هم منعوا عنا السلاح هم أصدروا قرارا بمنع السلاح عن سوريا عن من يمنع السلاح يعني المجنون يفهم مو العاقل يعني يمنع السلاح عنا لألا ندافع عن أنفسنا أما ذاك المجرم فأسلحتنا التي اشتريناها بأموالنا كلها في يده وفي يد طواغيته وجنده المجرمون الفاجرون لم تجري في التاريخ كله لا قديما ولا حديثا ولم نسبع أبدا مثل هذا الإجرام الحاكم يخاف على شعبه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يعني الحاكم راع ومسؤول عن رعيته هل هذا راعي يا أخي في نظر الإسلام هل هذا الذي يصب علينا القنابل من المسلمين أم يقتلنا نيابة عن بني الصهيون وعن المتصهينين من الحكومات الغربية والشرقية ألم يقرأوا ولم يعلموا هؤلاء هؤلاء الذين يسيرون في هذا الخط ألم يعلموا أن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وأن العالم كلهم البشر حمير فياليت من يسير في هذا الطريق يكون حمارا لليهود بل هو حمار لحمير اليهود لأن حمير اليهود الحكومات المتصهينة في العالم التي تركت دينها النصرانية وأصبحت تخدم صهيون وفي الظاهر أنهم مسيحيون أو نصارى لا هؤلاء الحكومات ليسوا نصارى شعوبهم نعم أم الحكومات فهي متصهينة وهذا الذي يسير في هذا الركب ويقتلنا في بلادنا ويهدم بيوتنا فوق رؤوسنا والذي لا يرى ويعني يفهم ينزل إلى سوريا فيرى ولكنه يخاف ينزل من بيته ويأخذ معه وحرسه وينزل ليرى في الشارع ماذا يوجد ليرى كيف الناس يقتلون ومن الذي يقتلهم أما يستحي على نفسه أن يقول عن الثوار أنهم قتلوا النساء واعتدوا على الأعراض وقتلوا الأولاد وهدموا البيوت من الذي هدم البيوت يا مجرم يا عدو الله عدو نفسه من الذي قذف أول ما قذف الطلقات النارية على المتظاهرين الذين يخرجون من المسجد ويقولون الله أكبر الحرية كنا نرهم بعيننا ولكنك أعمى لا ترى فهمنا بعد ذلك بعد هذه الحوادث قول الله تعالى صم بكم عمي فهؤلاء الذين يسيرون في هذا الخط عميان عميان قلوب لأن عيونهم ترى ولكنها لا تصل هذه الرؤية إلى القلب إنما في القلب ما يحيه إليهم شياطين الإنس والجن من معبوداتهم التي يعبدونها هل فقهتم أنكم تعبدون غير الله؟ هل فقهتم أنكم تشركون مع الله طاعة غيره؟ تحرروا تحرروا من العبودية لغير الله والله لن يدخل الجنة مشرك هذا كتاب الله بيننا وبينكم لن يدخل الجنة مشرك إنما يدخل الجنة العاصي إذا غفر الله له ولكن المشرك محرم عليه دخول الجنة وهو خالد في نار جهنم أبدا ولذلك نحن نتكلم هذا الكلام حرقة على بعض الناس الذين كنا نظنهم أنهم من أهل العلم أو من طلاب العلم ما أقولنا العلماء لأنني أنا لستم العلماء إنما نحن من طلاب العلم لازلنا نتعلم ولكن هؤلاء يغترون بأنفسهم ويدعون العلم ويتعظمون على الناس ولكن الفتن والمحن تظهر من هو أهل للعلم ومن هو في مستوى الجهل لأن العالم هو الذي يعلم ربح العارف بالله العارف أن الله سبحانه وتعالى هو الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي يعبد ولا يعبد غيره الذي يطاع ويتحرر الإنسان عاخل عن طاعة غيره هذا هو الإنسان الذي يعرف ربه وبقدر ما يطيع الله يكون عبدا لله ويزداد إيمانه وبقدر ما يعصي الله لا نقول يستحل طاعة غير الله عندما يستحل طاعة غير الله في أوامر الله الواضحة فقد خرج عن الإسلام فقد جعل هذا المعبود الإنسان الذي يطيعه مع الله شريكا لله فنحن أيها الإخوة بالنسبة للشيخ رحمه الله لأنه صار في دار الحق الشيخ سعيد رمضان البوضي لن نحاكمه لأننا لا ندري أنفسنا ماذا يحل بنا في آخر حياتنا ولكننا نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك ربما يكون في آخر حياته قد استشعر خطأه وتاب وأناب إلى الله والله يقبل نحن لا ندري هذا هذا أمر الله ولكن ما مر من كلام عنه أو عن غيره يؤازلون فيه العدوان على المسلمين أو يقلب الحقائق الإرهابيون الذين يقتلون الناس حتى يطيعونهم ما معنى الإرهاب التخويف الحاكم يخوف الناس حتى يطيعونهم فهذا هو الإرهابي وليس الإرهاب الذي يثور على هذا الظالم ونحن نعلم أننا منذ فترة طويلة لا نستطيع أن نفتح ثمنا بكل ما نعلم لأن هناك إرهاب هناك أقبية تعذيب ولا زال إلى قبل السورة بقليل السجون فيها الكثير ليست السجون العادية التي يضع فيها المجرمون فيأكلون ويشربون لا أقبية التعزيم الأقبية التي مع الأسف مع الأسف أن يكون في الإنسانية هكذا هذا هو الإرهاب هذا هو الذي ضج الناس ويريدنا أن يتخلصوا منه لا علاقة لا لأمريكا ولا لإنجلترا ولا لأوروبا ولا روسيا بذلك بل الذي يساعد الظالم هو مع أمريكا هو مع إنجلترا هو يوالي الكفار لأن الكفار جميعا مسرورون لما يجري في سوريا إذا كانوا كفار وإذا كانوا من الحكومات الصهيونية مسرورون لأن هذا الظالم الطاغي المجرم يقاتل نيابة عن إسرائيل فيقتلنا ويقتل أولادنا ويقتل شبابنا ويقتصبون نساءنا ويذبحون يذبحون الأطفال يا جماعة يذبحون أطفال الصغار أيقدم على هذا أحد من كل السوار حتى لو كان مجرم وكان مع الثائرين لا يمكن أن يقدم على زبح طفل صغير ولكن الذي فعل هذا تعلم أنت يا إنسان المنافق الموالد الظالم تعلم أنت من يفعل ذلك وأعلم أنا والناس كلهم يعلمون فلا يمكن أبدا أن يكون السوار دخلوا المسجد ودنسوا المسجد وقتلوا هذا الشيخ أيما كان وضعه حسابه على الله لأن صار في الآخرة لو بقي في الدنيا نحن نسائله ونقول له هذا حق وأن تحطمك كذا وكذا أما هو في الآخرة فلا وأما من بقي في الآخرة وهو ينافق للظلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لو أن الظالمين يعلمون أي منقلب ينقلبون اللهم لا تجعلنا من الظالمين ولا تجعلنا من القتلة القتلة الذين يقتلون الناس بالطائرات من فوقهم ولم يكتفوا بالطائرات بل بالغازات السامة ويتهمون غيرهم مشهورون من كذب من قبل السنة الثمانين إلى الآن نسمع كذب الآن يعني العام في حلب عندنا يقولون الكلب دنب وأعواج ما بتجلس حياتهم كلها على الكذب عندما كنا ننتقد شيء في سنة الثمانين هجمت إسرائيل وإسرائيل كذابين ما هجمت إسرائيل متفقين مع إسرائيل منذ أن استلم البستار العسكري داس رقاب الناس إسرائيل في حماية في حماية هؤلاء الخونة المجرمون ولكن من الذي يفهم الذي يفهم هو السعيد في الدنيا والآخرة هو الناجي لأنه يعلم أنه على الحق وغيره يعلم وغيره يعلم أنه عبد للمخلوق وربما صلط الله هذا المخلوق عليه الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه نسأل الله اللطف وأن يجمع شمل أمتنا والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمال كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة